أكد رئيس عبدالفتاح سيسي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية ووحدة الأراضي الليبية جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنيفي حيث أكد رئيس سيسي دعم مصر مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وذكر المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال المباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا من جانبه ثمن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعضة وما تقدمه مصر من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا لاستعادة الاستقرار في البلاد مستعرضا تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبيا وأوضح المتحدث الرسمي أيضا أن اللقاء شهد تأكيد أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وموصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته ومصالحه العليا